افتتحت مديرية بلديات نينا وطريقة سموحل الرابط بين سد الموصل وسد بادوش والذي سيخدم عشرة القرى الواقعة على جانبي الطريق وأكد سكان المنطقة أن إعادة تبليط وإكساء الشوارع وتأهيل البناء التحتية من مشاريع الماء والكهرباء سيساهم في عودة النازحين وتحصيل الواقع المعيشي في القرى والأرياف هذا الشارع كان عبارة عن طريق نيسمي مكسر الوحيد الذي يسير به هي الآلات الزراعية يعني التركترات وأنت تعرف الطريق وأثناء الشتاء ينقطع هذا الطريق لا أحد يريد أن يذهب به ولا أحد يجي فبجهود بلديات نينوى ومحافظة نينوى والمشاريع التي قدموها للمنطقة هذه المنطقة التي كانت مدمرة بالكامل قبل معانات يعني معانات حقيقية معانات بالمرضى معانات بالخدمات معانات بأي كل مفاصل الحياة هسا بالعكس هسا ربطة قريتين وربطة الحياة رجعة طبيعية الحركة بالمنطقة يعني تعتبر تعرف الخدمات يعني تعتبر هي شريان الحياة بالمنطقة نحن بحاجة إلى مدرسة إلى مدارس وإلى مركز صحي وإلى يعني مشاريع مشاريع بحاجة الناس إلى مشاريع